اكثر جهاز يستحق الانتظاء والشراء وصل للعراق بشكل رسمي السلام عليكم شبابي ايكم ارتضى جليحاوي هذا جهاز الريدمي النوت 12 برو بشكل رسمي عندنا بالعراق بعد الاعلان الرسمي اتوفر وحاليا بسعر 269 دولار ما عرف اشقد العراق لان ما مثابت عندنا بالعراق اشقد لكن بالدولار 269 دولار بالنسبة لذاكر الـ 256 مع الرام 8 جيجا هذا جهاز اجي بتصميم جميل وانيق لان الظهر هنا يكون لامع لدرجة تقدر تستخدمها كاميرات تشوف نفسك بيها نعم الكاميرات على شكل مثلث وهذا الشكل المعلوف وموجود على اغلب اجهزة ريدمي هاي السنة اذا انتقلنا للشاشة هذا الجهاز يجب شاشة مقاس 6.67 فول HD بلص هذا الشاشة راح تكون من نوع اوليد بواحد بليون كولور مع الـ 120 هيرس معدل تحديث الشاشة والدولبي فيجين معدل سطوع كلش قوي اللي هو 900 نعم هو مقارب للاجهزة المنافسة لكن هذا الشي جدا حلو بالنسبة للجهاز الجهاز يجي بتقنية الـ HDR 10 بلص وهذا الشي جدا حلو نعم هنا عدد البكسلات 300 و95 بكسل بالانش الواحد الشاشة هنا مع استخدام الجهاز الشاشة حلوة والسطوع عالي ماكو اي ضعف بالاضاءة حتى بظروف الاضاءة القوية مع انه الشاشة مغطات بطبقة حماية من نوع كورينجوريلا جلاس 5 ومع انه الجهاز يكون مقاوم لرذائذ الماء او قطرات الماء الـ IP53 هذا جهاز واحد للاجهزة اللي يقدم لك شاشة حلوة بتفاصيل حلوة قليلة الحواف من الأعلى والأسفل وثقب الكاميرا الأمامية الموجود بأعلى الشاشة ينطيق جمالية بالنسبة للجهاز تقدر تستخدم الجهاز بكل الظروف اذا كانت الظروف الاضاءة عالية او ظروف الاضاءة منخفضة ما راح تكون عندك اي مشكلة باستخدامك للجهاز واحد من افضل الاجهزة اللي يقدم لك شاشة حلوة مع تجربة مستخدم ممتازة اذا انتقلنا للنظام هذا الجهاز يجيب نظام الاندرويد 12 مع واجهة شاومي MIUI 14.8 صدق او لا تصدق اول ما استخدمت الجهاز ايجاني تحديث عدالي على هواي امور بالنسبة للجهاز نعم هذا الجهاز الواجهة المفروض اندرويد 13 لكن ممكن بالأيام القادمة بما انه هذا الجهاز نسخة عالمية واني سبقا من راجعت لكم النسخة الصينية قلت لكم النسخة العالمية انتظروها تجي ممكن يكون افضل لك خيار لان النسخة الصينية ممكن يعني سير بها مشكلة ما اقل لك بها مشكلة ممكن لكن النسخة العالمية تقريبا خالية من المشاكل للأمالة جهاز سريع بالاستخدام مع عدم وجود تقطيع وما كولاك قليل التلكؤ لان الواجهة الاخيرة شاومي عدلت النظام بشكل عام واصبح اكثر سلاسة وثبات المعالج هنا من ميدياتيك هو الديامان ستي الالف واثمانين بتصنيع الستة نانو هذا المعالج واحد من المعالجات اللي ينطيك تجربة ممتازة مع الرامل هنا عدك 8 جيجا والذاكرة 256 هنا الذاكرة تكون كافية ووافية لكثير من المستخدمين حسب استخدامك للجهاز نعم هذا الجهاز واحد من الأجهزة اللي يقدم لك تجربة مستخدم ممتازة بالنسبة للمعالج والنظام هنا المعالج رح يقدم لك 60 فرايم لعبة بوب جير واداء السلس وسريع ما رح تلقي اي مشكلة بهذا الجهاز نعم اذا شغلت كيلو فيديوتين هم تحصل على اعدادات مو قليلة نعم التنقلات قليلة التقطيع قليلة سقوط الفرايمات بالنسبة للجهاز اما اذا انتقلنا للصوت هذا الجهاز يجينا بسمعتين ستيريو سبيكر من الاعلى والاسفل والصوت حقيقة جيد جدا عالي الوضوح مع درجة نقاوة بالصوت عالية مع دولبي اتموس اذا فعلتها رح تنطيك كيلو ستيريو جدا عالي وتحس نفسك انت في سماعات مكبرة نعم اذا انتقلنا للكاميرات هذا الجهاز يجيب بثلاث عدسات العدسة الاساسية 50 ميجابيكسل والعدسة الثانوية 8 ميجابيكسل العدسة الثالثة رح تكون 2 ميجابيكسل العدسة الاساسية رح تكون بفتحة عدسة 1.9 مع مثبت الاو اي اس مثبت البصري تنطيك فيديو جدا حلو وهنا الفيديو تقدر تصوره بفور كي لأشي انه هاي العدسة واحدة من العدسات الحلوة بالتجربة تطيك الوان واضحة درجة وضوح دقة عالية ما راح تعاني باكو بياض او برداءة بالنسبة للتصوير خاصة اذا كانت ظروف الاضاءة عالية العام هنا الكاميرات حلوة مع الاضاءة العالية تنطيك تفاصيل بالصور حلوة انا اشوف التصوير 4K جدا حلو الوضوح الممتاز الموجود به والتثبيت البصري الموجود على اجهزة شاومي السابقة نعم نزلت لك ياب هذا الجهاز وهذا الشيء جدا رائع نعم الجهاز ينطيك تجربة تصوير جدا ممتازة بالنسبة لكاميرات الخلفية اما بالنسبة لكاميرا الامامية الكاميرا الامامية الصور والفيديو اللي ينطيك ياخها جدا حلوة نعم هنا اكو تعديل على الصور لكن هنا الصور جدا حلوة تقدر تعتمد عليها بكثير من مواقع التواصل الاجتماعي حتى لو كنت انت صانع محترق نعم إذا انت قنل البطارية هذا الجهاز يجيب بطارية 5000 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع 67 واط وهنا الجهاز رح يفول لك شحن قرابة الساعة أو أقل من ساعة أما بالنسبة لصرف الشحن رح يطول عندك من 6 ساعات إلى 7 أو 6 ونص لعم صرف الشحن قليل بذلك الجهاز مع أنه المعالج نازيا رح يقلل لك من صرف الطاقة الموجودة للجهاز نعم بالاستخدام المكثف رح يطول لك فوق 6 ساعات أما بالنسبة للاستخدام المتوسط ممكن يطول لك يوم كامل من الصبح للليل هذا الجهاز يجيب تصميم حلو حقيقة مع المعاني الموجود بالظهر معالج مو قليل وينضيك عدد الفرايمات مو قليلة اللي هي 60 وفايم السعر منافس جدا يعني بحدود 390 ألف عراقي أكثر أو أقل حسب صعود الدولار أو نزولة نعم هنا الكاميرا مو قليلة والشحن السريع 67 واط فهو أي أشياء يفتقتها كثير من أجهزة متوسطة منافسة تقدر تقول أغلى من هذا السعر أو منافسة هذا السعر نهاية الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة شكرا لكم أستطيع لحاوي وفي أمان الله تحيات لكم